قرر مجلس الدولة برياسة المستشار محمد محمود حسام الدين الإعلان عن تقديم طلبات تعيين دفعة 2021 للذكور والإناث لأول مرة في تاريخ المجلس وصرح المستشار حسام الدين أن فتح باب التقدم للإناث من خريجي دفعة 2021 جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برياسة رئيس السيسي كما أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن الخريجات لهم فرصة متكافأة مع الخريجين والعبرة باستفاء الشروط والأفضلية دائما للأعلى في التقدير